بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة المستوى الأول قسم الرياضيات التطبيقية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المحاضرة سأقوم بشرح محتوى الوحدة الرابعة عنوان الوحدة Family and Friends تضمن هذه الوحدة استخدام صفات التملك Possessive Adjectives استخدام S التملك Possessive S The Family العائلة وأفراد العائلة بلغة الإنجليزية استخدام الفعل Have و Has بمعنى يملك ومراجعة سريعة للحروف Number One Complete the Chart هذا الجدوى اللي يحتوي على الضمائر والصفات التملك الخاصة بكل واحد من هذه الضمائر هو حال إن بعض منها نحن نحل الباقي I, My, You, Your, He, His, She, Her, We, Our, They, Their هذه نسميها صفات التملك هذه نسميها صفات التملك Possessive Adjective تقول مثلا الآن هذه تحت قطعة عن هذه السيدة الظاهرة بالصورة اسمها آني تايلر راح تتحدث عن عائلتها بشكل مختصر راح نستمع إلى الملف الصوتي الخاص بهذه القطعة ونلاحظ كيفية تحدث أو ذكر أفراد العائلة باللغة الإنجليزية نستمع إلى الملف الصفات التملكم تتحدث عن عائلتها هذه هي أميتيلا مرأي ستاعد و 분هاية معارفة في لندن انه ستا��د ستا soil و عود في الوصف ضيان غير صحىIII هو عишь لتاعد عن عادر الرجل ستاعدو في Fernوقfund ح条ورواتiansنا معنا consomm إنها في كامتون حسكول. فينس عشر. إنه في المنزل المنزل. نحن جميعاً في لندن. مضلل دائماً هو المقطع المشدد. الذي يلفظ دائماً بنبرة صوت عالية. أعلى من بقية المقاطع في المفردة. وإذا كانت المفردة مثل ويف وسن. لا يوجد مقطع مضلل أي مشدد. فتلفظ كمقطع واحد. تابسcript 4.3 Who are they? mother daughter sister wife father son brother husband parents children هنا عدنا grammar spot number one she's married. she's a doctor بهادي المثالين هذا الاس هو اختصار الفعل بي. اللي هو is. اللي واحد افعال بي. she is a doctor. she is married. number two this is her family. that's annie's family. هذا الاس هو اس التملك. possessive اس. اللي هنا ما اضحنا يا اس. اللي هو the family of annie. اللي عائلة annie. فهذا هو نسمي اس التملك. لازم نفرق بينه. وبين اختصار اس اللي هو بالاصل الفعل is. الفعل المساعد is. his او jim's office. هذا his قلنا لي. ضمير he his. صفة التملك. واما. مؤنث. hair school. hair school. hair school. now answer the questions. لان اطلب منكم توقفون الفيديو. وفقا للقطع اللي قرناها قبل شوية. تحلون هذه الاسئلة. وتعيدون تستانفون الفيديو. وتشوفون حلولكم. شي يكون حلولكم لهذه الاسئلة. بدون جزلة. ولاد ان نحصل. التحديث المشادي ولكن قرنا الآن. ليس مجزئًا عشادي. تحديث. سمع بشارجة. تحديث. 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 المترجم للقناة 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 الآن المطلوب هو حل هذا التمرين بالمعلومات حول العائلة اللي استمعناها قبل قليل الآن complete the sentences with you with my, our and your المطلوب الآن إيقاف الفيديو وحل هذا التمرين مثل ما حلنا أول فقارة What's your name? My name is Ani. What are your names? حلوا باقي التمرين وبعدين استأنفوا الفيديو وتحييكون حلول tape script 4.7 1. What's your name? My name's Ani. 2. What are your names? Our names are Emma and Vince. 3. Jean-Paul and André are students. Their school is in Paris. 4. My sister's married. What's her husband's name? 5. My brother's office is in New York. What's his job? 6. We're in our English class. 7. Mum and Dad are in Rome. What's the name of their hotel? 7. I'll be at the date of my house. 8. Uses a member of my house and friends in New York. 9. We're in New York. 10. You know? 10. You know? 11. You know? 11. You know? 12. You know? مثل ما معروف ممكن أن نستخدم هاب و هاس كأفعال مساعدة مع صيغ المضارع التام وممكن أيضا أن تستخدم كأفعال رئيسية ممكن أن يكون المعنى يمتلك مثل ما راح نلاحظ في هذا التمرين وممكن أن إذا استخدمت معه وجبات الطعام تستخدم بمعنى يتناول يعني هو مع وجبات وجبات الطعام complete the sentences use has or have قبل أن نحل التمرين أكون نقطة جدا مهمة هي توزيع have and has طلاب في نهاية الكتاب في نهاية الكتاب يوجد ملحق يحتوي على فقط المادة النحو والقواعد التراكيب القواعدية في كل وحدة ملخصها من كل وحدة في ملحق في نهاية الكتاب لكن هذه أنا نفس الكتاب اللي موجود عندكم صفحة 123 يحتوي على النحو تم تضمينه في الوحدة الرابعة والخامسة الوحدة الرابعة يونت 4 نمبر 1 4.1 processive adjectives اللي شرحت في بداية المحاضرة هذه أمامكم في هذا الجدول وبعدين processive s اللي يشوز position اللي هي الدلال على التملك also short form الاختصارات plural nouns most nouns add s in the plural والبعضها double s والsh وغيرها نضيف لها es منطينا عليه أمثلة مثلا boss bosses وغيرها وبعض اللي يتيبدي بعض الأسماء اللي تنتهي ب y نقلبها إلى i ونخلي es مثلا city cities country countries وهذه ثلاثة اسماء شاذة جمعها حيكون ليس بإضافة s وإنما يطرع عليها نوع من التغيير خلنحفوظها حفوظ man man woman woman child children هذه have has i you we they تاخذ have هذا التوزيع ثابت i have you have we have they have وهي وشي وقت تاخذ has هذا دائما في كل وحدة من نقوم بدراستها نرجع دائما على ملحق النحو والراجع ما ضمنت هذه الوحدة من مادة نحوية من تراكيب وغيرها رح نلقى عليها شرح مفصل مع الأمثلة إذن i have two brothers and a sister my parents have دلال على الجمع a house in the country my wife has a Japanese car my sister and I have you دائما تاخذ have إذا كان المخاطب مفرد أو جمع خلي have a very nice family our school has 15 classrooms we have English classes in the evening I you we they تاخذ have and she it has has و قلنا هنا لإستخدام في هذا التمرين بمعنى يمتلك 5 questions and answers المطلوب نفس الحالة قبل ان نستمع نحل هذا التمرين هو معج the questions and answers حسب المعنى كل سؤال كل سؤال ثبت امامه الاجابة من العمود الثاني فقط الاختيار مثلاً how is your daughter she is very well thank you كان الاختيار دي هو حال النية الآن الثاني what's your sister's job تختارون انتوا الاجابة الصحيحة لباقي الفقرات من الاثنين الى ستة وتستمعون الى الملف الصوتي لإعادة او لتدقيق الاجابات how's your daughter she is very well thank you two what's your sister's job she's a nurse three how old are your children they're ten and thirteen four who is pedro he's a student from madrid five where's your office it's in the center of town six what's your surname smith now we have a couple of questions my friend antonia أهلاً مصدر أهلاً أصدقائي أنتونيا تونياً لبقى إنها مهلاً جداً و إنها حقاً مهلاً إنها مهلاً عشر و إنها أستطرق في لندن إنها لدي الكثير من أصدقائي و إنها مهلاً مرحباً مصدرها هي فالري و هي 19 و هي أيضا في المنزل نمو ب توني من المنزل من الأنغلية أبوها لديها حياتي في مدينة مانشستر أبوها هي مدينة و هي أمها لديها مجموعة في بانك C. لديها أخوة و أخوة أمامهم هي مارك و أليسون مارك 16 و أليسون 14 لديهم أماكن في المنزل D. توني لدي الكثير من عبارات مطلوب طلاب قراءتها مرة ثانية و استخراج معاني المفردات الجديدة من هذه القطعة و في كل وحدة رح تصادفنا مثل هذه القطعة هي قطعة قرائية رح تتوسع تتطور من وحدة إلى وحدة و رح أضيف لكم مجموعة من المفردات الجديدة تضيفوها إلى محصلتكم اللغوية و الغرض من هذه القطعة هو الإثراء اللغوي من حيث المعاني المفردات إملاءها لفظها و هذا نسميه الإثراء اللغوي اللي من خلاله يعني يتم تطوير مهاراتكم اللغوية فإحنا بدأنا من الوحدة الأولى بسيطة كلش كانت ولتزال الوحدات بسيطة لكن رح من وحدة إلى وحدة رح ألاحظ تتوسع المادة العلمية بالتدريج بحيث يتم تطوير مهاراتكم من مرحلة إلى مرحلة أخرى بحيث يعني عملية تراكم معرفة باللغة الإنجليزية الآن 4.11 تستمع إلى أشخاص يتحدثون والمطلوب هو تعرفوا منهم هذور الأشخاص لازم مفقل المعلومات اللي مرت علينا و تثبتوها في هذه الفراغات تابسcript 4.11 Who is it? 1 Look at these shoes Allison They're fantastic 2 My flatmate is from the north of England 3 London's great and my flatmate Valerie's great too 4. Our sister's at university. Yeah. She's at university in London. 5. I like my sister's flatmate. She's funny. 6. Our children's school is near our house. 7. My bank is in the centre of Manchester. 8. Come on United! Come on! Yes! A goal! 4-1 to Man United! Now we have a writing task. Write about a good friend his hair family job favorite shop and sport write about the good friend and family 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 and the good friend and the good friend name is his is or his or her name parents and she is or he is واتكمل هذا راح أطلب أسويكم يا واجب وأخليه بالGoogle Class هو تكتب عن 40 كلمة عن صديقك أو صديق تيج المفضل المفضلة وترسلوه كواجب هذا هو الرايتنج تاسك لنبدأ بكتابة الجملة البسيطة ونتطور شوية شوية من وحدة إلى أخرى هذه مراجعة سريعة للحروف فقط أكوادي التمارين يعني نحدد بها اللفظ الدقيق لبعض الحروف مثل الحرف A والحرف H البعض الفضاء H هو H وJ وK وعدنا مثلا B, C, D وE, G P, T, V وهي تحتوي على long vowel E وعدنا A مثل F, L, M الآن راح نستمع لها نستمع لها فقط كمراجعة سريعة لنطق الحروف الخليgoing tape script 4.12 the alphabet tape script 4.13 ا ا ا ا ج ك ا ب س د ا ج پ ت ب ا ف ا من اس ا ا ا بي 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 و بي 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 هذه تقريبا أبرز ما احتوى الفصل أو الوحدة الرابعة هذه فقط استخدام الإيميل طريقة لفظ وملء الإيميل سوف نستمع لها دائما No, PAM. P-A-M. Ah, okay. PAM. BOWLER. B-O-W-L-E-R. PAM BOWLER at... At bt-internet.com. At bt-internet.com. That's it. Two. Can you tell me your email address? Yes. Harry Lime at hotmail.co.uk Harry Lime, all one word? At hotmail. At hotmail.co.uk .com.uk Great. Thanks. Three. What's your email address? Paul Martin at wannadoe.fr Paul Martin. M-A-R-T-I-N Paul Martin At wannadoe.fr .fr Got it. .com.m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m- ومفرداتها واستخدام بعض المرادفات لبعض المفردات الرئيسية فيها ان شاء الله انزلها ويا هذه المحاضرة في الجوجل كلاس انتهت المحاضرة شكرا لحسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته